طيب لو كلمة بقى على النادي الاهلي يمكن النادي الاهلي الموسم ده هو موسم صعب جدا عليه كل الظروف اللي هو مر بيها لحد اخر الظروف اللي هي يمكن الاسبوع اللي فات الاصابات اللي عمالة ايه تيجي ليه لعيبة النادي الاهلي واصابات كبيرة يعني مش اللي هو مطش ولا مطشين لا فيه لعيبة حتى الموسم بتاعها تخلص يعني شايف من وجهة نظرك الاهلي يعمل ايه هل ينسى الموسم ده ويبتدي يركز على الموسم اللي جاي ويبتدي يحضر للموسم اللي جاي والصفقات ويبتدي بقى يعني يشوف كده ايه الاوراق اللي هيستخدمها في الموسم اللي جاي ولا يحاول بقدر الامكان ان هو يلحق اي حاجة في الموسم ده بص خلينا انتفق يا كريم ان عمليا يعني الاهلي مش قريب من الدوري لكن كل حاجة في الكرة مش مستحيلة يعني لسه الدوري في الملعب لسه فان الاهلي ليه ماتش مؤجل برضو لازم ما ننساش لسه فيه متشق لسه الدوري ما تحسمش بشكل رسمي ممكن ازا مالك وبيبرامز يتعطله بس المشكلة انه اه وعنده مبرام مؤجلة لكن هو المشكلة انه عنده ظروف الحقيقة قاسية جدا الاهلي بيمروا بظروف اه الاهلي اداءه سيء اه في بعض اللعبة كتير مصابة بس هل نقدر لول الاهلي اتظلم في ده خصوصا انه تم تغيير طريقة التدريب كمان مدرب جديد المدرب ريكاردو التوارش مظلوم جدا يعني لو حد حمله مسؤوليها يبقى صعب قوي لانه جاي في ظروف صعبة جدا يعني ظروف ما يتحملاش اي مدرب احنا داخلين في 13 اصابة مفيش لعيبة مفيش لعيبة فعلا في الفريق احنا الماشي اللي فاتلة اتنين لعيبة اصابة في خمس لعيبة موسم بتاعها انتهى طب ما احنا هنا ممكن منقولش بقى ان الاهلي اداءه سيء يعني يقول ان هو مظلوم وما هو برضو برضو لا لازم يكون فيه جزء من الاداء لان احنا منترشها اللي فاتت اه الطريقة شوية تحسنت مع الصوارش غير الطريقة رجحها 3 4 3 بقيت فيه مامنا دفعية شوية لكن صوارش برضو يعيبه فيه حاجات فنية بسيطة جدا هو الراجل اه عايز يطبق الفلسفة بتاعته بس طبعا الوقت دايق جدا 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 الفريق عايز مكسب يعيبه حاجات في التغييرات حاجات بسيطة جدا لكن طبعا هو بيمره بظروف يعني ما حدش يمره بها يعني هل مثلا يعني ارجع لسؤالي الاولاني هل ينسى الموسم ده ويبتدي يعني يكمل الموسم ده بشكل تجريبي مثلا يبتدي يجرب بقى فلسفة يبتدي يجرب العيبة يطلع العيبة من النشئين يعني ويبتدي بقى يحضر للموسم اللي جاي ولا يتمسك بالفكرة انه ممكن لا يلحق لا طبعا لازم تقول ما الدوري في الملعب لازم هيتمسك به ما يقدرش يعني ما يقدرش لسه فيه كمان بطولة كاس مصر ما ننساش انه فيه بطولة كاس مصر ممكن كل حاج قادة تقلب في يوم وليلة يعني ممكن الاهل ياخد الدوري وممكن وكاس مصر لسه الاهل يبقى برضه خدث سنائية فبرضه مش عايزين نقصه قوي يعني على الفريق بس بنسبة ايه يعني ممكن الاهل ياخد الدوري طبعا بسبب الاصابات اللي موجودة ببتاعها بنسبة يعني ممكن نقول 60% يعني مش مش اكتر ممكن او مكاس مصر طبعا لسه في الملعب يعني لكن الراجل اللي قال قالت له المؤتمر الفات بعد ماتش أنا مسحر لا انcame الم маг Controller انا مش لايه وقت اصلاios امادرة الم بقال انا مش لايه وقت اعمل تمرين انا مبلاقيش compatibility اعمل تمرين انا بعمل استشفى انا كل بعد ماتش بعمل استشفى استشفى بس لللاعيبة اللعيبة بتصاب مابلاحقش بعمل تمرين لقد هو طبع اول حاجه عملها لكن بعد ماتش بمقولين ادرواح اللعب يعني ك diameter الزمالك ممكن ياخد الدوري واسمe 40% لاء طبعا احنا واسما الزمالك نسبته اعلى اكيد مالك عارب 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 ومثبت عارب قلت ستين للأهلي فيعني ما تبقى هيبقى ستين دا للأهلي لا لبقى نعم مش هتبقى نعم لا أربعين طوان يعني ممكن نخليها مثلا خمسين خمسين لو هنقول يعني عمولا هو بسوطا للأهلي الستين ما فيك مش